أوليس عيد في كريستال بلس ونحن نرى بعين الرضا ما يقدمه مع النادي خاصة بعدما تخط مرحلته الصعبة التي عاشها في بداية الموسم بسبب الإصابة أوليس لم يتحدث عن مستقبله الدولي هو قرار يتخذه اللاعب بمفرده وبطبيعة الحال رفقة العائلة إلى حد الآن لم يطلب مني النصيحة المهم بالنسبة له أنه يلعب بشكل جيد وكل تركيزه على النادي عندما كان في ريدينغ حدثني عنه المدير الفني للفريق في ذلك الوقت وقال لي أن أوليس يملك الجودة للعب في دوري الإنجليزي الممتاز